إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة آلاف المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع في تل أبيب وحال من الشلل الكامل لدى الكيان بعد انضمام نقابات وشركات ومؤسسات للإضراب احتجاجات وحرق للإطارات ومناوشات كردة فعل على قرار رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بإقالة وزير الجيش يوآف جلانت الذي عارض تعديلات النظام القضائي مما أحدث شقا في صفوف الائتلاف الحاكم وسبب أزمة سياسية جعلت رئيس الكيان يحذر من حرب أهلية نتنياهو أعلن تعليق هذه التعديلات قائلا إن إسرائيل على مفترق طرق خطير ليس هذا المهم فما يهمنا بترندات هو الوسم الذي تصدر المنصات عربيا لعدة أيام الكيان ينهار تفاعل الأردنيون والعرب مع هذا الوسم فماذا كان رأيهم بما يجري هناك الناشط السوري عمر مدنية قال في تويتر تل أبيب الآن الله يطفيها بالبنزين سعيد بشارات المختص بشأن الاحتلال قال مشكلة إسرائيل الحالية ليست مشكلة تدور حول موضوع ديمقراطية أو ديكتاتورية ملك أو رئيس وزراء يمين أو يسار المظاهرات التي نشاهدها ليست حالة صحية مطلوبة لتحافظ على أسس دولة ديمقراطية المشكلة هي صراع عميق عمره 75 عاما على هوية بذرة حرام زرعت في أرض محرمة عليهم عبدالله العبري يقول ندعوكم أيها الصهاينا إلى ضبط النفس وتوحيد الصفوف والاتجاه جميعا نحو التعجيل بزوال كيانكم الغاصب المحتل حتى يتحقق وعد الله فيكم وما ذلك على الله بعزيز الدكتور رائد السمهوري غرد أيضا أرى التريث في الترداد أن الكيان ينهار والملاحظ أننا نطير مع أدنى نسمة كأننا ننتظر حدوث معجزة تصاعد التظاهرات والعسيان والنزول للشوارع دلالة على وجود حياة سياسية وعلى تفاعل حزبي وروح قادرة على التمرد محمود شرواني يقول في فيسبوك أستغرب من الذين يتوقعون انهيار الكيان الصهيوني ببساطة من الداخل ومن خلال مظاهرات فقط ويتجاهلون حقيقة كبرى وهي أن هذا الكيان ما كان سيوجد ولا كان سينتصر على العرب ولا كان سيثبت مكانته الدولية لو لا الدعم لا محدود له من الغرب فهل سيترك الغرب الكيان ينهار ببساطة هكذا كما نشتهي مخطئ جدا من يظن ذلك؟ هذا رأي محمد شرواني محمود مرداوي أيضا يقول نتنياهو يدخل كيان العدو في أزمة أو يدخله في أزمة لم يمر بها إلا البيت الأول الذي هدمه البابليون بعد الصراعات الداخلية والبيت الثاني الذي هدمه الرمان بعد التفكك والتشضي الداخلي وإن شاء الله البيت الثالث يكون هدمه من نصيبنا المحلل السياسي الدكتور فايز أبو شمالة يقول أيضا في تغريدة لماذا لم يتعلم نتنياهو من جيرانه العرب؟ لماذا لم يسحق المتظاهرين بالدبابات؟ ولم يقصفهم بالطائرات؟ لماذا لم يعتقل كل زعماء المعارضة ويذبحهم في الشوارع كما يفعل القادة العرب؟ وهل ستوافق له أمريكا وأوروبا على ذلك؟ وهل كانوا سيغمضون العين كما حدث في بلاد العرب؟ يتساءل الدكتور أبو شمالة الآن نترككم مع هذا المقطع الجميل لاشتباكات جرت بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه قفل فوق الحديث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة